السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ذاك الزمان البعيد بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام ابتعد بني إسرائيل عن الحق فصلت الله عليهم ملكا ظالما هو بخت نصر فضمر بيت المقدس وعذب اليهود وأهلك الكثير منهم وأراد بخت نصر أن يقضي على كل ما يخص عبادة بني إسرائيل فأمر بجمع كتب الطورة وأمر بإحراقها ولم يبق منها إلا نسخ قليل جدا أخفاه أصحابها ومن بينهم العزير كان العزير رجلا صالحا من بني إسرائيل وكان يحفظ الطورات عن ظهر قلب وذات يوم كان العزير يركب حمارة فمر على قرية خاوية من أهلها مدمرة مخربة فأخذ يتعجب وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال العزير ذلك على سبيل التعجب فقد كان مؤمنا فأراد الله عز وجل أن يجعل العزير آية لقومه بني إسرائيل فأماته مئة عام وتبدل الحال وكما أحيى الله عز وجل تلك الأرض الخاربة أحيى الله عز وجل بعد مئة عام سمع العزير هاتفا يقول كم لبثت فاستعجب فهو لا يرى أحد فأجاب حسب اعتقاده أنه لبث يوما أو بعض يوم فرد الهاتف وقال بل لبثت مئة عام وأراد الله عز وجل أن يبرهن لعزير على قدرته المطلقة فأبقى الطعام سليما لم يتغير طعمه ولا رائحته ولكن أين الحمار أراد الله عز وجل أن يثبت له كيف يحيي الموتة وكان الحمار قد نفق وتحلل ومات فقال له وانظر إلى حمارك فرأى العزير الأعظام البالية تتحرك وتشكل هيك العظم للحمار ثم بدأ اللحم والأعصاب يكسوها ثم الجلد والشعر ثم بعثه الله فقام الحمار واقفا فلما تبين قدرة الله عز وجل قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ثم عاد عزير إلى قريته وكان الحال قد تبدل بها أيضا فلا الناس ولا الملابس صارت كما كانت زهب عزير إلى مكان بيته وسأل القوم أتعلمون من عزير؟ فقالوا نعم فقال لهم أنا عزير فضحكوا وقالوا لقد مات عزير من مائة عام فأنقروا جميعا ذلك وقالوا هناك عجوز تعرف عزير فلما أتت وكانت عمياء قال لها عزير أنا عزير فقالت له إن امرأة عجوز عمياء وكان عزير مستجابة دعوة فادعوا الله لي أن يشفعني ويرد إلي بصري فدعوا عزير الله فاستجاب الله وشفاها فلما رأت العجوز عزير قالت نعم أنت عزير فأقبل الناس على عزير وأحبوه لأنه أعاد إحياء الطوراة وعلمهم الطوراة وكتب لهم الطوراة وبعد أن أحبوه قدسوه وقالوا قولا عظيمة قالوا عزير بن الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وإذا كان ذاك هو حال اليهود فحال النصارى لم يختلف فبعد أن رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام وفي عام 325 بعد الميلاد قام الإمبراطور الروماني كوستنطين بجمع جميع الأساقفة من شتى أنحى الأرض من شرقها وغربها وكان هناك خلاف كبير بين الأساقفة هل عيسى بن مريم بشر أم إله وكان هناك نقاش وجدال محتدم بين الفريقين فأنقر إيريوس وهو أحد كهنة الأسكندرية ألوهية المسيح وأنه ابن الله وأثبت لهم بالحج والدليل أن عيسى عليه السلام بشر رسول رفيع الشأن من صنع الله عز وجل بينما أكد أليكسندروس الأول وكان باب الأسكندرية في ذاك الوقت أن طبيعة عيسى عليه السلام من طبيعة الله وأنه ابن الله وحصل اكتراع بين الفريقين ورفض إيريوس واثنين من القصاوسة أن يوقعوا على هذا الاكتراع وبعد ذلك تم اضطهاد أتباع إيريوس اللي هم الأريسيين وتم حرق كتبهم وتم ذكر ده بوضوح شديد في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم هو اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم جميع الأريسيين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون صدق الله العظيم والحقيقة إن المسيحية لما دخلت لروما لم تصبح روما مسيحية ولكن أصبحت المسيحية رومانية وقدست النصارى المسيح وقالوا عيسى بن الله وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقانتون أما المشركون من كفار كريش فالدعو كذبا أن الملائكة بنات الله فاصطفوا البنين لأنفسهم وتركوا البنات لله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقانتون وقالت اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا فهؤلاء المدعون المدلسون الكاذبون نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق بجلاله وأساءوا أكبر إساءة وظلموا أنفسهم ظلما مبينا ورغم ذلك تجد أن الله عز وجل صابر عليهم حليم بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذا سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم فسبحان من له الكمال المطلق وسبحان من هو خالي من كل عيب وسبحان الله أن يكون له شبيه أو ولد بل له ما في السماوات والأرض ومن يملك ما في السماوات والأرض غني عنهم فيتصرف في جميع ملكه وعباده بما يشاء وكيف ما يشاء كل له قانطون ذليلون خاضعون مستسلمون وبكل تأكيد البنوة تتنافى مع الرقوة العبودية في سؤال بديه لماذا يحتاج الوالد للولد أول سبب ليحمل اسمه بعد مماته والله عز وجل حي لا يموت والوالد يحتاج للولد ليساعده حين يكبر ويصبح كهلا عجوزا والله عز وجل هو القوي الولد هنا يشمل الذكر والأنثى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم أما الكنوط فيأتي على نوعين كنوط عام وكنوط خاص للمؤمنين والكنوط المقصود في الآية الكريمة هو الكنوط العام كنوط إجبار لجميع المخلوقات كنوط خضوع لأوامر الله وكنوط خضوع لقضاء الله وقدره أما النوع الثاني اللي هو الكنوط الخاص للمؤمنين فهو كنوط الطاعة زي اللي في الآية الكريمة وقوموا لله قانتين أي خاضعين في الصلاة في أدلة عقلية كتير وأدلة نقلية على كذب دعواهم هنلاقي مثلا في التوراة في سفر التثنية رقم 6 اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وفي إنجيل موركوس رقم 12 قال يسوع أولى الوصايا جميعا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ومن الأدلة العقلية إن النصارى الدعوا إن عيسى بن مريم هو ابن الله لأنه خلق بدون أب وبنفس المنطق يكون سيدنا آدم عليه السلام اللي خلق من دون أب وأم أولى بالألوهية من عيسى عليه السلام قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبوه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتموه إياي فقولوه لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد جزاكم الله خيرا وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له مقانتون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر